موسيقى نشرح فيه درسين ومجموعة العبات في المخدمة عن الكوبرنتيز وهنستخدم الكوبرنتيز زي معنا في فيرولايز دوميشن وأهميتها والكلام ده نلاحظ شبابين عندنا دائما اصلا من اول فيرولايز اوتوميشن 8 حصل تحول جزري تماما في فيرولايز اوتوميشن بدل مكان مجموعة من الابلاينس او البرشن الماشين اللي شغال على فوتونز او حاجة كده دلوقتي كلها بقت عبارة عن كونتينيز وشغالة بالمايكرو سيرفز وعلى شكل كوبانتيز بلادفورم وبودز زي ما احنا شرحنا في الجزء بتاع البناء بتاع فيرولايز اوتوميشن ونحن شغاله علي شكل مايكرو سيرفز وشغالة من كوبانتز بلاتفورم فبقى سهولة كتير جدا اننا نستخدم البرولايز اوتوميشن معنا و البرولايز اوتوميشن نفسي يقدر يعمل امسا او ن accountability مع اما اول من كوبانتز بلادفورم بحيس نعمل automation للكمبونت بهت حاليا فان شاء الله في الموديول ده نشرح في اكتر من درس النشوف ايه الكوبانتز اوتوميشن اوبشن اللي مستخدم لنا من نستخدم البرولايز اوتوميشن المنزلة التالي خطائها أول شي بإحتاج نزلي الوورو فقط نحن نحدث عن نظري ا emergency نفس الوقت من النفيذة واحدة اتحكم في كلهم اعمل لهم منج ومنتر ووكتين وكلام ده كله اللي اقدر بالنسبة لي options يعني انا اقدر اعمل معها integration مع وطبعا نقدر نعمل integration مع وطبعا نريدها open shift وطبعا لازم عشان نعمل اي integration معاك وهي required بالنسبة لي عشان نعمل integration لذا مستنزو antis وقام بوصيل مجموعة مجموعة وطبعا نتحرك لجموعة وطبعا نعمل و اتينا المشروف مجتمع التمسائل ان الفي سفير مستدعم المشروف. تقوم بتعمل بان تنزل تنزل الكورماتيس كراستر على الفي سفير. اول ما بنزله طبعا ينزل من خلال V-Center بتعمله Enable في يظهر على A6I وياخد من نفس الكمبيوتر اللي عندي اللي هو Storage والNetwork والكمبيوتر اللي هو CPU والرام وبال V-Center ويكون عندي Supervised Cluster ياخد من نفس الكلام ده شيرينج ده اللي هو الحاجات ديت ويربط عليها ويكون عندي امكانية ان انا اعمل امبورت او ديبلوي لأبليكيشنز على تنزل كلستر طيب ايه المختلف عندي اشخاص انا عندي ال V-Center سيرفر تماما كان اقدر من زمان انا عندي الستوروج سواء بقى الستوروج عادية بتاعت الديسك الموجودة عندي في كل A6I او اعمل V-SAN الانتورك سواء نسكس فيا ونسكس فيا ونسكس تي الكمبيوتر من خلال سيبيوران او ال A6I اقدر اعمل الكلام ده كله وعمل عليهم Supervisor Cluster Supervisor Cluster الحمد لله تمام ايه اللي بيحصل بعد ما عملت انابل Supervisor Cluster ده اقدر انا نزل V-Sphere Boots ايه اللي هو امكانية ان انا انزل مباشرة عليه اللي هو اه اللي هو تنزل او ناتيب امباشرة على ال V-Sphere Boots ديه تكون عندي موجودة تظهر كأنها فيرشفر المشين لكن بتكون فيها الامكانية ديه لابا انا ده لو ينفق يعني لو انت عايز ده وفيه امكانية وشغاله امورك تماما لكن هو بعض الاحيانه هيطلب منك ولك لا انا عايز لو سمحت انا عايز الليه ال KBS لكوباناتيز نفسه الناتب يكون عندي زي ما هو بالظبط فنحن عندنا في النورمال اي دولور يعمل one او اكتر من واحدة second node ونزل لهم بنزل فانيلا بشيء بحيث ان يعمل ا تناسي المستوير لكوباناتيز بخلاصر انا عندي بالنسبة لي بقى بعد اختياله عندما اي عمل ايه المستر نود وانه او اكتر من واحدة secondary node وقتها اقدر اعمل الناتباه عليه التانيزيق مباشرة على الفوتون او اس وقتها اقدر اسمح الديولور واحد او اكتر من دولور يمكن ان ادخلوا عليه مباشرة وكأنهم في الـ KBS اللي عارفينه النورمال اللي موجود على جوجل او على قليل تول سانية زي ما قلنا سنتوس او ابونتو فدي امكانية جميلة جدا انظهرت معنا في بداية اللي هي الفيسفير وستاندزو بداية من الفيسفير 7.0 طيب يا شباب انا بالنسبة لي بقى بالنسبة للفيسفير وستاندزو بالنسبة للفيسفير وستاندزو شبابه لازم يكون عندي ليسنس معينة سنبورتت بالنسبة لي انا لو مشمعي الليسنس ديت فانا بتسمح للمدة وقت معين ستين يوم تريال اقدر عملها انابل وقت ما عملها انابل بتعمل لي سري نو سبرفايزر بيتعمل لهم دبلوي اوتوماتيك اول لما بيعمل سري فيرشو المشين كسبرفايزر نقدر نشوفهم تحت همه تلاتة سبرفايزر وان تو سري بتعمل لي اوتوماتيك اول بيعمل انابل لالورد كلود ده وانا بعمله لازم يكون اقدر بعدها ننشئ نامي سبيس ونشوف الخطوات بتاعته ان شاء الله لما نجي نعمل اللبات لو شفناها ونقدر بعدها نعمل دا اوبشنا لو حد طلبه مني ان انا اعمل التانزو كورنتيس كراستر اللي هو كي بي اس بناء على رغبة مثلا ديفوني برزا وحكا زي كده هقدر نعمله انابل ويسهر معي بشكل مختلف شوية انه يبقى عندي مستر نود ومجبوعة من الوركر نودس อกها مع هنا واناتها بعد أخي ده وآنا نحتاج عندي نعمل حاجة من الناوPa على نفس نتورك بطبيع اما استخدم الخطوات سننتورك نثر مستمر بالنثر مستمر فقط اخير على استخدار الناب الخاص بك للوقت المترج��ة فقط ا 매�مين تتواجد الوقت ونفتر من ادرى الناب الخاص بك وانا اشترك لدرائه لانا البارد فقالا دلوا لغوة معزرين واناقام بلغوة تعرفة بالمكان فتال الوقت المترجم هنا أقدر أرى الكلاستر بتاعتي طبعا هي المفترض لما أعملها انابل تظهر معي هنا لنلاحظ المثال الظاهر عند الوقت اللي هو الكلستر اللي عندي والأوب ديت بالنسبة لي أقدر أشوف ادي قريدي في نيمسبس موجودة هو تمشغال واكتف ولو في استورج مستخدمة لو في أي حاجة هشوفها من خلاله طبعا لا أعلم انابل لما أعمل انابل وقتها يبقى لها قطاط بس اللي أنا عايزة أتضحركوا بقى مهم قوي أن أنا بالنسبة لي عشان أعمل انابل يا شباب أنا عندي حاجة من اثنين أول حاجة إن أنا لازم يكون عندي أحدد إذا كان عندي نستي فلازم يكون مسبقا يعني ده ولود وشغال يعني ما ينفعش بعدين فاهمني فلازم أكون بالريركوزيت اللي هي الانستولت لقوه ديبلويد وبعدين عملت ضيفة الفي سنتر اللي أنا هنزل عليه العمل عنه الانيبل وستانوش ده إن الانسكس تي هضفت عليه من أنواع من أجزاء الكمبيوتر عنده الفي سنتر اللي عندي ده أنا عملت بربيشن كل اس ايكس اي وريدي طيب لو أنا عملت الكلام ده هيظهر معي إمكانية كبيرة جدا إن أنا أقدر أشوف الريجيستر اللي بتاع هاربوردية واشوف الحاجات دي كلها لكن في حالة إن أنا مستخدمتش عندي اوبشن اتنين اوبشن اونه الانسكس تي طب لو ما خانش فيه الانسكس تي أنا عندي بس هستخدم الديستربيت سويتش عادي بتاع الفي سنتر بتاع الفي سفير عادي ما فيش مشكلة هينفع معاك لكن مش هكون عندك إمكانية نختنزل البودز مباشرة على الاسكس اي لازم يكون على مستوى يعني مش هينفع تحوط على مستوى الاسكس اي لطول وفي نفس الوقت مش هتقدر تعمل انيبل للهاربور ده وش هتقدر تشوف طبعا فتشار كثيرة جدا جدا ممي مستخدمتش عن الاسكس تي وماكس نوستش تتريد تشوف طبعا حصرا اللي هو استربيت سويتش فيه تشوف طبعا شباب إذا ما شرحنا فاق وعمل الما عمل الماوضة على طول الورد كولود بالنسبة لي في الخطوط المعادة في الخطوطة الطبيعية فهيطلع عندك إمكانياتك التامية تنشئ نيم اس بيس د يا شباب هو زي البروجكت عندنا في الولايات التوميش هو عبارة على ريسورس مع يوزرس ريسورس سي بيو رام وكمبيوت وستوريج مخصصة اليوزر معين هي دي نيم اس بي لذا راحب ان امكانيه التواصل على ومستشفته الى حول انشاء من قائل الموسيقى ثم ادي امكانيه ان اجتبت بتواصل الموسيقى ان تضغط بصل على الموسيقى الى موسيقى ان اجتبت الموسيقى ستكون موجود في شكل ودغط لكي يفعله. Cuando uno de los n6t y 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 de los n6t. Cáplificado en el nombre de n6t. Ustedes en el nombre de n6t y de los n6t. فقط لما يكون عندك ال N660 مسبقا طيب كما قلنا عندنا واحد من النامس بيس وهو موجود على الكمبيوت 02 ونحن قلنا ان النامس بيس موجودة نقدر ان نشوف ان هو اكتب وكذا طيب عايزين نخش عليه نفس ونشوفه داخل هو النامس بيس موجودة خلال نبدأ نلاحظ عندنا النامس بيس هو تبتحتيه لكنترول بلينز والسوبرفايزور اللي احنا قلنا عليها وداخل النامس بيس موجودة نلاحظ انه انابل معانا طب شباب الفيسفير وستنزو سوبرفايزور كلاستره كما شرحنا يكون عندي كنترول بلينز بي ام الرئيسية ويكون عندي وقتها الكيوب حتى في شباب هو النامس بيس موجودة ويشاور على المشاور الرئيسية ويستطيع شاور على المشاور عن المشاور الذي لديه الفيلبر يشاور على ديت ويقدر يخاطب بيس بيس موجودة حسب الانهي واحدة القضة بالنسبة لها عشان هي عمله لود بالانس لو كان عندك سكستي بتعمل على النيس سيستي لود بالانس لو كانت عمله عندك على البي سفير عادي بنزل حاجة اتش اي بروكسي بحيث ان هو اللي يعمل لك موضوع اللود بالانس بناء على ان هو اي بي اي هادرس واحد موجود هو اللي بيتحكم معاك بتحرك معاك على ايه على المستر نوت بالنسبة لك اه نلاحظ شبابا عندنا الاسفير لد هي هي الايجنت بتاع البي سفير وستنته وبيكون الريدي بلت ان موجود فما فوق موجود موجود فقط بيظهر لما تحتاج وتشتغل عليه تحتاجش تعمله انستول تاني ولا اه 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 وقتها الكيوب سي الال تقدر تخش عن له وقت ما تعمل ديبلويد لبوتز ولا تقدر تعمل ديبلويد لأي كونتينور اذا عندك تنزل عادي على ال اي سيكس اي وكون مربوطة كنترول ديبل اه بالنسبة لك اي بي وكلهم بيتحكم من خلال ديبلوبر طبعا بيستخدام كيوب سي الكماند طبعا اشاب النقصة هنا الكنترول في ام دورت عبارة عن تلاتي بي اي بي المترجم الناسية هناك اختيار اختيار افتاح الطبعية ومالحنا المستخدام بيستخدام جدا وتستطيع اي بي وأي بي وملائها لكن في نتفيف من الناسة التطبيقية في المدرسية فقط اي اكثر مرشة بالنسبة لديها تستطيع كفر بالنسبة لديها مرشة من البيت صينية اه بي اختيار اللود والمائن الخاص بكاو. لمنع هذا الناس العادة او مجرد من الابتحكم بي اة أختيار اي بي ام نقوير اي بي استخدام على مدرسة التادسة والأوامر انوه بي ايم بي ام وفي سفير او الكوبورنتيس كلاستر اشتغل ناتفلي مباشرة او على نفسه مباشرة. ودا سهب بورت ادو شغال معي. ويا مانشاو في ناميس بيس ادو شغال عليه. او طبعا اللي هو بيشتغل البوتز بتاعك على طول. لكن او ممكن الديفولوبر اذا او كده. احنا عزين نشتغل طريق الى نعرفه هننعمل ايه. نعمل الكوبورنتيس كلاستر. وتيك جين نقوم بلو انابل. ونقوله عادي بين سب بورت الكراند عندنا. ونقوم بعمله الانيبل بدلا لو كان يعمل بحطه فينلا على واحدة من البيرش المشين بتاعه بونتو او سينتيو اس نحن نقل له نفس الفكرة نقوم بعملها على فوتونز وتظهر له كنفس الموضوع ويبقى كلها متحكم فيها كلها سوبر بايز الكراستر عندنا من خلال بيسينتر طبيعا طبعا دي يا شباب يسموها تانزو كوبورنتيس كراستر او كريد او جريد يعني اللفظ المشهور بالنسبة لنا جريد هو اللفظ اللي بتستخدمه ناتف كوبورنتيس كراستر دي سيرفيس المسؤولة عن ان هي تعمل دبلويل لون او مور كوبورنتيس كراستر على جريد لكن عندك بريريكويز لتعمل دبلويل الجريد ديت ان يكون عندك كنت تلايبر عليها فايل زي معنا موجودة عندنا في دوكمنتيشن تقدر تعملها دولود من موقع بيامورو تعملها ابلود عليها وتكون ريد قبل ان تعمل الانتفاصل بالنسبة لالجريد لجريد لجريد ان تكون كنت لببيار عليها وتعمل او برادة على الفايلز اللي هي حتاجها وتعمل دبلويل وتتشاور له على كنت لببيار والتشهاور لعفايلز اللي هو عايزها اسنان ما في فين تعمل دبلويل منت معا طبعا اللي يقوم بيعمل المعدات العلمات المستخدمين متى المداوضة الخالص هو السورفايزر في الكراستر يخطب بمدنة و يبدأ يعمل دبلويل يوجد الإنمسيات على نفس الموضوع يوجد مكان上 الإنمسيات وسيحصل إليه في الموضوع أكبر تيستان زودا